سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار كشفت لينوفو عن هاتف ألعاب جديد مزود ببطاريتين وأقوى معالج لأجهزة اندرويد نستعرض لكم لجون تو برو أصبحت الشركات تقدم هواتف مخصصة للألعاب بسبب نجاحها الكبير بالأسواق وقد لقبت الألعاب بأنها التجارة التي لا تخسر تصميم الهاتف يوحي لك أنه مخصص للألعاب مع جزء مضيب المنتصف بجانب الكاميرات وفتحة التهوئة وهذا أول هاتف بالعالم يدعم اثنين من مراوح التبريد وكل مروحة لها فتحة لإخراج الحرارة مزود بمكبرات صوت استيريو تدعم دول بأتموس وهذا الأمر سيحبه اللاعبين وبما أن هاتف العاب بكل تأكيد سيمتلك شيء مميز عند اللعب والجهاز بالفعل يملك شيء مميز وهو أزرار افتراضية مخصصة للألعاب موجودة بالجانب وبظهر الهاتف السمك 9.9 مم وبوزن يبلغ 256 جرام يعتبر ثقيل وسميك يدعم تركيب شريحتين اتصال مع الدعم لشبكات 5G والبصمة مدمجة بالشاشة الشاشة من نوع اموليد من انتاج شركة سامسونج بدقة فول اتش دي بلس بكثافة 388 بيكسل لكل انش بمقاس 6.92 انش تدعم اتش دي ار تين بلس لتقديم ألوان مشبعة وبإضاءة عالية حتى 1300 شمعة سرعة استجابة اللمس 720 هرتز وهذا رقم عالي يؤكد على سرعة استجابة الشاشة عند الضغط الشاشة بمعدل تحديث عادي 144 هرتز لعرض الالعاب بصورة سليسة ومحمية بطبقة غوريلا غلاس 5 نظام التشغيل اندرويد 11 الاحدث مع واجهة لجون او اس الهاتف يأتي بساعتين من التخزين 256 جيجا او 512 جيجا من نوع UFS 3.1 وبثلاثة خيارات من الرام 12 او 16 جيجا بايت او حتى 18 جيجا بايت هذا الرقم وصلت له هواتف الالعاب فقط مزود باقوى معالج لاجهزة اندرويد سناب دراجون 888 بدقة 5 نانو متر 80 نواة مرفق بمعالجة الرسوميات ادرينو 660 قدرات المعالجة عالية ولن يكون هناك اي مشاكل الكاميرا الخلفية مزدوجة اساسية بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.9 الثانية بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 تدعم الكاميرات HDR وتصوير فيديو بدقة 8K ب24 ايطار بالثانية الكاميرا الامامية منبثقة بدقة 44 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.0 وتدعم تقنية HDR تعمل الكاميرا والهاتف بالوضع الافقي لهذا مناسبة للبث المباشر اثناء اللعب الهاتف يحمل بطاريتين بسعة اجمالية 5500 ميلي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط من خلال منفذي USB-C يشحن الهاتف من الصفر حتى 100% في 30 دقيقة فقط لكن هذا الشاحن يباع بشكل منفصل والموجود بالعلبة بقدرة 65 واط الجهاز يأتي بلونين الاسود والابيض والسعر يبدأ من 950 دولار وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى دعمنا بلايك وتشترك معنا في القناة اشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة